اشتركوا في القناة ونكتب فيهم ونذاكر منهم ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم هنا اول نوع من انواع الاسئلة بيجي لنا في الامتحان هو اسمه read the text اقرأ القطعة المكتوبة او النص المكتوب and answer the questions and answer the questions واجب على الاسئلة هنا عندنا قطعتين هنقرأ كل قطعة وبعدين هنجاوب على الاسئلة الخاصة بيها ده نموذج من نماذج الاسئلة فهنا بيقول لنا there are lots of people هناك الكثير من الناس who helped us اللي بيساعدونا live in our home live in our home ان احنا نعيش في بتنا the builder made the walls البناء بيبني الحوائط strong and safe قوية وامنة the electrician connected the electricity the electricity الكهربائي العام الكهرباء بيوصل the electricity او الكهرباء so we can use lights and watch tv so we can use lights and watch tv بالتالي هنقدر نستخدم الاضواء بتاعتنا وهنقدر نتفرج على التليفاجين كمان the plumber the plumber السباك connected the pipes وصل المواسير and faucets والحنافيات so we have water to have a shower so we have water to have a shower علشان كده احنا عندنا مية نقدر نستحمى في اي وقت هنا دي التكست او القطعة المكتوبة هنا بيقول لنا check true or false يعني ضع علامة صحة وعلامة خطأ امام كل جملة من الجمل المكتوبة وهنا true يعني صح false يعني خطأ هنا the builders البنائين made the walls strong خلوا اعبنوا الحوائط قوية true ولا false شطرين طبعا true the electricians connected electricity الكهربائية وصلوا الكهرباء true ولا false شطرين طبعا true the plumbers connected the tv السباك وصل التلفزيون شطرين طبعا false هنعمل هنا علامة false أو هنعمل هنا علامة خطأ the plumbers connected the pipes السباك وصل المواسير شطرين طبعا true there are lots of people who helped us هناك الكثير من الناس اللي ساعدونا شطرين طبعا true التكست التانية او القطعة المكتوبة التانية هنقراها مع بعض برضو the meta is a big Egyptian govern rate govern rate يعني محافظة زي ما احنا عارفنا قبل كده هنا بيقولك محافظة دوميوت هي محافظة كبيرة في مصر its land ارضها is reached in nutrients غنية بالعناصر الغذائية the farmers المزارعين الفلاحين there هناك grow many foods بيزرعوا الكثير من الاطعمة such as مثلا rice wheat tomatoes potatoes lemon grapes and guava بيزرعوا الارز والامح والطماطم والبطاطس واللمون والجرابس اللي هو العنب والجوافة كمان they rise farm animals هما كمان بيربوا حيوانات المزرعة حيوانات الريفية such as زي goats الماعز cows الأبقار and sheep sheep الخراف كمان two ايضن two هنا ايضن fishermen الصيادين catch thousands of fish بيصطادوا الالاف من الاسماك in the sea في البحر دميتة is famous for دومياتي cheese محافظة دوميات مشهورة بالجبنة الدومياتي about one and a half million people حوالي مليون ونص شخص live there عايشين هناك life in the meta is good life in the meta is good يعني الحياة في دوميات جيدة فهنا بيقول لنا choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة دميتة governorate ولا دومياتي cheese ولا fisherman is the best title for the passage passage اللي هو القطعة المكتوبة ايه افضل title او افضل عنوان للقطعة المكتوبة دي دميتة governorate محافظة دوميات ولا دومياتي cheese الجبنة الدومياتي ولا fisherman الصيادين سترين طبعا دميتة governorate او محافظة دوميات هو بيكلمنا عن كل حاجة في محافظة دوميات طب بيقول لنا هنا the life in Dometa is bad ولا good ولا sad شطرين طبعا is good answer the following question اجب على السؤال التالي what do farmers in Dometa governorate grow ايه اللي بيزرعوا المزرعين في محافظة دوميات شطرين طبعا they grow many foods such as rice wheat tomatoes potatoes potatoes lemons grabs and جوافة ده مكتوب في التكست اللي عندنا فوق فهننقلها طبعا بعد ما نكون فاهمين السؤال بيقول لنا ايه تاني نوع من الاسئلة هيقابلنا في الامتحان بتاعنا ان شاء الله هو read and choose the correct answer اقرأ واختار الإجابة الصحيحة فبيقول لنا هنا the bus driver سائق الاوتوبيس needs بيحتاج a نقط to fix the bus بيحتاج نقط لإصلاح الاوتوبيس teacher ولا mechanic ولا builder شطرين طبعا mechanic the نقط are building my new house the builders ولا teachers ولا dentists شطرين the builders we ate fish we ate fish at a big نقط museum ولا restaurant ولا school شطرين restaurant Alexandria is a نقط in the north of Egypt Alexandria is a village قرية ولا town بلد ولا city مدينة شطرين طبعا city مدينة the male carrier delivers اللي هو عامل البريد اللي بيوصل البريد بيوصل garbage القمامة ولا packages الترود والسندق اللي بتتنقل ولا walls الحوائط شطرين طبعا packages أو الترود والسندق اللي بتتباعت عن طريق البريد ها نقط helps you with your bad tooth مين اللي بيساعدك مع السند اللي بتتعبك أو الباد توث الاركيتكت ولا الميكانيك ولا الدنتست شطرين طبعا الدنتست can you write about the pros and not of a job طبعا احنا عرفنا ان pros and cons أو إجابيات وسلبيات دي expression على بعضه بنقوله على أي وظيفة أجاب the pros and cons of a job تقدر تكتب عن إجابيات وسلبيات الوظيفة دي can you write about the pros and cons of a job اللي هي أول اختيار دي cones طب نقط touches anything electrical with with hand المفروض هنا أعيز يقولك ما تلمس أي جهاز كهربائي بإيدك الwith hand اللي هي الإيد المبلولة المبتلة هقولك always ولا never ولا do شطرين طبعا هقولك never never touch anything electrical with with hand أو ما تلمس أي جهاز كهربائي بإيدك المبتلة an architect always carries a measure الاركيتكت المهندس المعماري always carries دايما بيحمل نقط measure measure اللي هو مقياس a top ولا tab ولا tape شطرين طبعا tape measure أو اللي هو شريط القياس أو اللي هو المتر اللي احنا بنقول عليه المتر اللي بيبقى مع المهندسين والناس والمال البناء طب my mother never gets angry أمي عبدها ما بتغضبش she is very هي very patient صبورة ولا difficult صعبة ولا سعب حزينة شطرين طبعا she is very patient أو هي صبورة جدا ما بتغضبش بسرعة all the jobs كل الوظائف are very are very أي نقط bad ولا important ولا cute طبعا bad thing important مهم cute زريف ولطيف وشكل حلو شطرين طبعا important كل الوظائف مهمة in a storm في العاصفة we sometimes احنا احيانا see a flash of بنشوف flash of ايه بقى morning ولا evening ولا lighting شطرين flash of lighting اللي هو البرق ساعة في وقت العاصفة بنشوف the flash of lighting أو اللي هو البرق the finic fox اللي هو تعالى بالفنك تعالى بالصحراء has عنده thick thick يعني سميك نقط to keep warm علشان يخليه دافي thick ايه بقى thick fur ولا beak منقار ولا feather ريش شطرين طبعا thick fur fur اللي هو فرو ثميك بيقولنا هنا the roots grow الجزور بتنمو نقط the soil next to بجانب ولا on ولا under شطرين طبعا under تحت السويل أو تحت التربة camels camels الجمال are نقط than horses they are about two meters يبا slower ولا faster طول شطرين طبعا camels are taller than horses هما أطول من العصنة يعني هما طولهم حوالي 2 متر I don't drink cola أنا ما بشربش الكولة نقط I exercises everyday for ولا so ولا and شطرين طبعا and I exercise everyday أو أنا بتضرب كل يوم بلعب تدريبات كل يوم last year السنة اللي فاتد my friend صديقي نقط to England my friend ايه بقى played ولا worked ولا traveled شطرين طبعا traveled سافر لإنجلند أو لإنجلترا my father's work on أبي بيعمل على نقط he meets many tourists or tourist boat or school هو بيعمل على إيه شطرين طبعا tourist boat أو قارب سياحي علشان كده he meets many tourists هو بيقابل سواح كتير we eat breakfast in the احنا بنأكل الفطار في evening or morning or afternoon شطرين طبعا morning plants need النباتات بتحتاج نقطة and water to grow بتحتاج لإيه بقى sunlight ولا leaves ولا fruit شطرين هي بتحتاج sunlight أو ضوء الشمس and water to grow ضوء الشمس والماء علشان تنمو we have two نقطة they help us to breathe to breathe يعني علشان نتنفس noses ولا tooth ولا lungs احنا عندنا ايه بقى اتنين من ايه noses and fein ولا tooth ولا teeth رئتين ولا lungs رئتين صطرين طبعا two lungs رئتين birds التيور have one نقطة wing جناح ولا feather ريشة ولا beak منقار طبعا beak birds have one beak we use the noot to make things bigger احنا بنستخدم ايه علشان نخلي الاشياء اكبر plant cell اللي هي خلية النبات ولا مايكروسكوب المايكروسكوب ولا البن شطرين طبعا مايكروسكوب احنا بنستخدم المايكروسكوب علشان نشوف الحاجات الصغيرة فبنستخدمه to make things bigger i eat healthy food انا بأكل طعام صحي نقطة i exercise يبقى make ولا and ولا do and i exercise وأنا كمان بتدرب بلعب تدريبات rime gazelles have big ears عندو اذن كبيرة and long we lung ايه بقى ولا horns ولا hooves coats معاطف جواكد طويلة ولا هورنس قرون طويلة ولا hooves حوافر طويلة شطرين طبعا long horns أو قرون طويلة يبقى the rhyme gazelles have big ears and long horns camels الجمال نقطة perfect for the desert camels الجمال is واللووز والأر perfect for the desert شطرين طبعا are لأنها كامل جمع لأنها كامل لنجيب معها is ولا was نقول are perfect for the desert a snake is not dangerous than a fox is more most or least شطرين طبعا is more dangerous than a fox أو هو أكثر خطورة أخطر من السعلب الأسئلة اللي ممكن تقبلنا كمان read and reorder to make sentence اقرأ واعد ترتيب علشان تعمل جملة سليمة فهنا بيقول لنا flowers we see can without you عايزين نستخدم can فأول الجملة علشان نكون سؤال لأن في هنا question mark أو علامة استفهام هنقول شطرين هنقول can you see the flowers can you see the flowers انت قادر تشوف الزهور ولا لا type small without fish pelican eats ده طبعا دي sentence عادية الكلمة اللي تحت منا خط دي هنحطها في أول الجملة هنقول ايه شطرين هنقول the pelican eats small fish the pelican eats small fish أو pelican بيأكل الأسماك الصغيرة طب تالي الجملة بيقول لنا need water and sunlight plants هنا محطلناش اي خط تحت اي كلمة ابدأ بأي كلمة هنقول ايه need water and sunlight plants شطرين طبعا هنقول plants need water and sunlight النباتات بتحتاج للمية وضوء الشمس plants need water and sunlight طب رابع واحدة بيقول لنا horse و how tall is we a و بعدين question mark هنقول ايه شطرين how tall is a horse كم طول الحصان how tall is a horse كم طول الحصان طب خمس واحدة بيقول لنا can what seeds you eat و question mark هنبدأ بwhat seeds سهلة جدا what seeds can you eat what seeds can you eat ما نوع البزور اللي انت تقدر تكله عندنا كمان ممكن يقابلنا نوع من انوال اسئلة بيقول لك read and fill اقرأ و اكمل in the gaps النقط دي with words from the list بكلمة من الكلمات الموجودة في الكلمات اللي احنا مدينها لك بيدي لك بعض الكلمات list كده water يعني ماء electric يعني كهرباء dangerous يعني خطر burn يعني يحرق control يعني يتحكم فيه فبيقول لك مثلا هنا في التكست دي electricity is very نقط electricity is very a dangerous خطر جدا if we can get an نقط shock المفروض ان الثاقة القهربائية والعزب الله طبعا ربنا يحفظكو ياولاد جميعا اسمها electric shock او صدمة كهربائية يبقى if we get an electric shock لو احنا كهربنا يعني we can't know it we can't know it we can't know it our bodies we can't a we can't control it can also burn us us هي كمان ممكن تحرقنا electricity is always trying to go into the ground electricity دايما بتحاول تروح ناحية الأرض it travels easily through water and our bodies are 70% of water طبعا ده شكل الاجابة يبقى electricity is very dangerous if we get an electric shock we can't control our bodies it can also burn us electricity always trying to go into the ground بتحاول تتحرك ناحية الأرض دايما it travels easily through water بتتحرك بسهولة في المية واحنا جسمينا and our bodies واقسمنا are 70% of water متكونة من 70% منها من المية دي اول مثلا تكست هني اقرأ التكست التانية ونشوف اجابته عاملة ازاي بيقول لنا هنا مانجوز المانجا grow وبينمو ودلشيز لزيز وشوغر كان شوغر كان اللي هو قصة بالسكر ووتر ميلون اللي هي البطيخ فهنا بيقول لنا fruits grow in different times of the year الفواكه بتنمو في أوقات مختلفة في السنة we not different kinds in Egypt وي ايه شطرين we grow different kinds in Egypt بنزرع أنواع مختلفة في مصر نوات and not grow in the summer ايه وايه اللي بينمو في السمر شطرين طبعا المانجو والووتر ميلون اللي المانجا والبطيخ بيطلعوا في الصيف we get sugar from نوات بنجيب السكر من اين؟ من الشوغر كان أو من الشوغر كان أو قصب السكر fruits are delicious delicious لذيذة الفروت are delicious أو طعمها لذيذ يكون شكلها عامل كده ثالث تكست معنا angry helping teacher explains patient angry غاضب helping يساعد teacher مدرس أو معلم explains plans يشرح patient يعني صبور my friend rana يعني صديقتي rana likes likes not people likes a شطرين likes helping people هي بتحب تساعد الناس she is very not she is very a she is very patient هي صبورة جدا everyone كل واحد كل الناس أي شخص likes hair بيحبوها because she's never gets angry هي عمرها ما بتغضب she's not thing all the time she is a she not things all the time she she explains things هي بتشرح الحاجات all all the time all the time all the time too للوقت she wants to be a هي عايزة تبقى ايه she wants to be a teacher هي عايزة تبقى مدرس أو معلم ها دي الإجابة شكلها هعمل كده بكده نكون عملنا quick revision أو مراجعة سريعة على المنهج بتاعنا بتاع اللغة الإنجليزية الترم الأول ان شاء الله يكون الامتحان سهل ما تقلقوش خالص حلوا أسئلة كتير على قد ما تقدروا وان شاء الله كلكم تبقوا شاطرين وتنجحوا وتبقوا من الأوائل أتمنى أن انت تكون استفدت من درس النهاردة لو أعجبك الدرس أعمل لايك أتمنى إلايه ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو الأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان أنا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته